الآن نراجع مع بعض مفهوم المعادلة إيش يعني معادلة؟ المعادلة هي عبارة عن مقدار رياضي أو عبارة رياضية بشرط أنها تحتوي على مساوى مثلاً لو أخذنا المعادلة التالية من X زائد 5 يساوي مثلاً 17 2X زائد 5 يساوي 17 الآن هاي عبارة رياضية هاي العبارة الرياضية فيها ثوابت ومتغيرات وفيها إشارة مساواة بما أنه فيها مساواة طرف يمين طرف يسار إذن بنسميها إيش؟ معادلة طبعاً معادلة أنواع كيف بدي أعرف أو أميز نوع المعادلة أول إشي بدي أعرف كم متغير في المعادلة الآن المعادلة اللي أمامنا فيه عندي 2X517 2X517 كل هاي عبارة عن ثوابت أرقام ثابتة لكن الX متغير أو مجهول إذن المعادلة اللي أمامنا كم متغير فيها؟ فيها متغير واحد فقط عشان هيك بنسميها معادلة بمتغير واحد ثاني إيشي هذا المتغير إيش الأس اللي عليه؟ بلاحظ إنه إيش؟ X بدون أس يعني أس واحد عشان هيك بنسميها معادلة خطية بمتغير واحد طيب لو كان عندي X تربية بنسميها معادلة تربعية إذن X أس واحد وما في غير الX متغيرات هاي بنسميها عبارة عن معادلة خطية بمتغير واحد عرفنا إيش يعني معادلة؟ طيب إيش يعني حل المعادلة؟ شو معنى لما أحكي حل المعادلة؟ حل المعادلة يعني إيجاد قيم المتغيرات الموجودة فيها يعني لما أوجد قيمة X هيك أنا بكون حلية المعادلة يلا نوجد قيمة X عشان نحل المعادلة الآن 2X زائد 5 يساوي 17 زي كأني بسألك ما هو العدد؟ اللي إذا ضربته باثنين وجمعت للناتج خمسة رح يكون 17 الجواب النهاي ما هو العدد؟ أفضل طريقة هي التالي أنا العدد ضربته باثنين وجمعت له خمسة بدي أعمل عكس العمليات اللي موجودة عندي في الطرف اللي فيه المتغير كيف يعني؟ أنا عندي هون زائد خمسة فنحط ناقص خمسة ودائما نتأكد أي إشي بنعمله فيه طرف المعادلة نعمله نفسه على الطرف الثاني هون كمان ناقص خمسة طيب زائد خمسة ناقص خمسة صفر هيك أنا تخلصت مبدئيا من الخمسة شو ضل عندي على هذا الطرف؟ 2X 2X يساوي طيب 17 ناقص خمسة شو يساوي؟ 11 إذن 2X يساوي 12 شو لازم نعمل هسا؟ أنا عندي هون 2 ضرب X العملية ضرب دائما كل عملية بعمل عكسها هون كان عندي زائد عملنا طرح ناقص هون أنا عندي ضرب إذن بنعمل قسمة على 2 نقسم على معامل X وهون أيضا على 2 طيب الآن 2X على 2 بتروح 2 مع 2 شو بيضل عندي؟ X تساوي طيب 12 على 2 يساوي 6 خلصنا حل بس أوصل X تساوي ما في ولا إشي مع الـ X أنا هيك حليت المعادلة ما هو حل المعادلة؟ X تساوي 6 نتأكد؟ طيب الآن حكينا X 6 بدي أشيل الـ X وأحط مكانها 6 2 ضرب 6 12 12 زائد 5 يساوي 17 إذن حلنا صحيح 100% لكن بدنا نتأكد من إشي في من الأخطاء الشائعة بيجي طالب قبل ما يطرح الخمسة بيقسم على 2 وهذا خطأ دائما أنا عندي 2X بتخلص من البعيد عندي X بدي أتخلص من الخمسة وأتخلص من 2 مين أتخلص منها بالأول؟ البعيد تجمع والطرح بالأول آخر إشي بقسم على معامل X أو بضرب بمعامل X إذا كان مقام إذن من الأخطاء الشائعة أيضاً إنه لما أعمل هون عملية على الطرف اللي فيه المتغير ما بعمل العملية على الطرف الثاني وهون خطأ معادلة لازم أي شيء أعمله على الطرف اليمين أعمله نفسه على الطرف اليسار هيك أنا بكون حليت المعادلة في المرات القادمة رح نتعلم كيف نحل نظام من المعادلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر